وللحديث أكثر حول برنامج تأجيل الدفعات ينضم إلينا من الرياضة مازن سديري رئيس الأبحاث في الراجحي المالية مرحبا بك سيد مازن هل ترى أن القطاع الخاص وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة ما زالت بحاجة إلى استمرار الدعم سواء في برنامج تأجيل الدفعات أو البرامج الأخرى شكرا عبدالله أولا لاستضافتكم أنا رح أفكك السؤال ما رح أجاوب على السؤال بالشكل المباشر أنت ذكرت في مقدمة قبل قليل أن بعض الخبراء يعتقدون أنه لن يجدد عندهم وجهة نظر وأنك تتوقع أنه سيجدد سبب أنه كلامهم منطقي أنه الحقيقة لو نشوف شيئين الكبار المؤثرين على العودة الريكابوري عودة النمو الاقتصادي بعد الأحداث التي حدثت العام الماضي اللي هم نسبة التطعيم في المملكة مثلا وأسعار البترول تجدها كلها أرقام جدا مريحة يعني حجم التطعيم في المملكة حجم التطعيم حدود 40.50 مليون جرعة يعني الأفريج 20 مليون اللي أخذوا تطعيمين 17 مليون واللي تطعيم واحد 23 يعني معناته أن المطعمين من السكان اللي عمارهم فوق الـ 14 سنة يشكلون 68% هذولا دبل دوز اللي دوز واحد 92% هذا أرقام جدا مريحة معناته حجم الإميونيتي في المجتمع جدا عالي الشيء الثاني لو تروح لأسعار البترول أن ترى تقرير أوبك صدر من أيام المتوقعات النمو ممتازة هذه السنة حدود 6 مليون برميل العام القادم 4 مليون برميل نوسط التوقعات لأسعار البترول هذه السنة بيوت الخبرة في حدود 70 دولار هذه أرقام جيدة نحن نتوقع أن العجز ينخفض 140 كما هو متوقع إلى حدود بين 80% بفضل أسعار البترول جيدة هذه عوامل إيجابية في مسألة إيقاف تأجيل الدفعات لكن ماذا عن التضخم؟ هل سيكون التضخم عاملا أساسيا في إيقاف برنامج مديد؟ تفضل عبد الله أنا لسا ما أكمل جوابي أنا قلت لك ليش هم توقعوا إيقاف التمديد؟ لكن أنا اختلف معهم من احتمال أن نرى تمديد ليش؟ لأن الشريحة خفضت اللي صاير عليها تمديد مثلا كنا في أحد البنوك قالوا أن حجم الاسميز كان في حدود 5 مليار الآن 200 مليون فالـ 200 مليون الشريحة اللي انخفضت شفيا كيف انخفضت 90% هذا يبين أنه في تحسن الوضع الاقتصادي السعودي بشكل ممتاز لكن هذه الشريحة اللي بقت 10% ممكن تحتاج تمديد يعني ليس كما كان قبل سنتين بدأ البرنامج في حدود 167 مليار لو تتذكر عام في مارس الماضي حسب بيانات سامة ممكن الرقم الآن انخفض كثير ممكن نكون الرقم الآن لو نأخذ يعني 90% من 10% من هذا الرقم 16 17 مليار بس فممكن هالـ 17 تلقى تمديد لو أخذنا هالبنك إنديكس كمؤشر لنا اللي تكلم هو واحد البنوك يعني فممكن يمدد لشريحة صغيرة أنها تحتاج هذا التمديد لكن الوابع العام كما ترى كما نقشت معاك لا الوابع العام جيد فلا نأخذ التمديد كمؤشر سلبي على اقتصادنا ويوجد شريحة ممكن تحتاج التمديد لذلك لا نستغرب أتمنى أن يجي وضحت الجواب أستاذ عبدالله هو التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ماذا عن التضخم؟ هل سيكون عاملا في مسألة إيقاف عملية تأجيل الدفعات؟ والله يشف التضخم طبعا جزء منه يمس كثير قطاع المؤسسات المتوسطة بالذات القطاع اللوجستي ما أخفيك مع ارتفاع أسعار السيارات تأجيل السيارات إلا هذا جزء من التضخم العالمي الآن اللي قاعد نعاني بشكل عالمي لكن عودة الحياة الاقتصادية هذا أحد المدخلات في النظام الاقتصادي لكن لو نرجع بشكل عام ننظر لا أعتقد أن التأثير سيكون جزء ما هو كامل لا أعتقد أنه حاجز كبير فتأجيل الدفعات أعتقد أنه ممكن يمدد فترة فترتين لكني لا يطول يعني ما توقع أنه يأخذ نكترى بعد سنة بالكثير عملية التعثر والديون المعدومة هي أمر طبيعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ما حجم التعثر أو الديون المعدومة المتوقعة في حال عدم التمديد وهل سنشهد جملة من إعادة الهيكلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في حال انقضاء فترة الدعم والله شيف بشكل عام النمو هذه السنة القطاع البنكي كان جيد يعني نمو القروب كان 14% كان أعلم الودايا في حدود 9% أخذت البنوك مخصصات كبيرة العام الماضي أصلا فلا نعتقد أنه ممكن يكون فيه أثر كبير مستقبلا خصوصا كما ذكرت لك أنه في كتير سكوف اللي الآن عليه التمديدات نخفض بنسبة كبيرة نتوقع تبعاً لما نقوم ببعض البنوك فهذا التقدير فأنا أعتقد أنه سيكون السيئة أصبح خلفنا في تقدير يعني كان عام عشرين حتى الآن أعلى من 21% برغم نمو القروض ونمو الأرباح فهذا التقدير لن يكون الحقيقة مؤثر خصوصا حجم القروض كله للأسيميز للأسيميز بحدود 8% في حدود 8% من كل القروض البنكية دعنا نتحدث عن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة كيف ترى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيف مع تخفيف أو إيقاف الدعم إذا تم ذلك وهل من الممكن أن نرى أشكال أخرى للدعم بعيداً عن السيولة المباشرة أو غير المباشرة والله الدعم مع الإصلاحات الموجودة لم يتوقف يعني دائماً يكون هناك دعم لمساعدة الأسيميز وتنشيط القطاع الخاص ورواد الأعمال هذا لن يتوقف رح يستمر لكن يعتمد على الستيج اللي تمر في الشركة وقدرتها على الاستمرار يعني ليس أن الشركات اللي أصلاً الموديل حقها لم يقعد عصري لن تستمر فالدعم رح يدائماً يكون مستمر للشركات القائمة فهي لا تنتلك طبيعة متشابهة أقدر أقول لك أنها أعطيك تنفيل واحد يتقاطع عليهم لكن أنا أعتقد حسب ما نرى الآن من عودة الحياة الشكل الاستهلاكي النمو الاستهلاكي المؤشرات التي نرى مثلاً من الأجرات من آخره نعتقد أن الأرقام الحقيقة الآن الأغلب المؤسسات المتوسطة والصغيرة نتوقع أن نعادل فيها الحياة إذن تتوقع أن يكون هناك تمديد إضافي لبرنامج تأجيل الدفعات لشريحة صغيرة ليس للشريحة التي تحتاج هذا التنبيد مازن سديري رئيس الأبحاث في الراجح المالية شكراً جزيلاً لك